هاي شادي ازايك ازايك اعمل ايه اولا انا بشكرك على حكتين ان انت معنا مرسي جدا ليك وعلى بطيخ ولكم عرفتا كده بيك انت مين وبتعمل ايه وكده انا شادي انا بخدم شباب في مؤسسة اعمال جديد انا عارف ان انت لك تجارب مع الادمان فانت هتساعدنا اوي في الموادها ده مش كده كي بزبط فايل مبدايا كده ايه هو تعريف ادمان المواد الاباحية اوكي خلينا اقولها من طريقة اختبارية ان انت كل يوم انت بتستمر على حاجة ما بتقدرش تتراجع عنها كل شوية بتزيد المرحلة فيها انت مش شعر تبطل بل بالعكس انت بتدور على امتى الوقت اللي تعرف تعمل فيه ده وبتكون مستمتع بوقت وبعديها بعد ما بتخلص الجرعة بتاعتك بتريد ترجع للشعور بالاكتئاب والزنب والمرحلة دي بس ما بتقدرش ترجع و بتقدرش تقول لا فهي حاجة انا بعملها باستمرارية بروتين معين و مش بعرف هبطلها بسهولة وبتزيد بتزيد اه اه اوكي يعني ما قدرش اقول فيه يعني عشان اقول فيه ادمان بس انت ممكن زي اللي مثلا بيشرب سجال فممكن يتجرب مرة لكن لما الموضوع بيبتدي يبقى فيه انتظام بيبقى فيه زيادة طول الوقت ده معناه ان انت دخلت في مرحلة من الادمان فيه مرحلة اصعب شوية ودي يمكن مرحلة كنت قربت ليها في وقت من الوقات انه المرحلة اللي فيها جسمك نفسه بيتشقلب يعني انت مبتعرفش تمارس حياتك الطبيعية الا لما تكون عديت بدا لما تكون عملت الحاجة اللي انت اتعودت او ادمانت الموضوع هنا المرحلة بتتقلب من تعاطي لادمان ودي مرحلة صعبة قوية دي المرحلة العكس بالزبط دي المرحلة الأصعب جدا سؤال هنا هو الموضوع اصلا غلط ولا لأ لان انا ممكن نكون بعمل كده الواحدي فمش بأزي حد واحدة من ده من الحاجات اللي بتقول ان احنا تخلقنا على صورة ربنا ان انا عايش الحرية وان انا مستمتع في علاقاتي فانا النهاردة دي بتؤثر على الحرية وبتؤثر على علاقاتي فانا الصورة اللي ربنا خلقني عليها اتشوهت وتبهدلت ده ده من الجنب بتاع ربنا بلاس انه الغرض لما عمل الله الجنس وده انا كنت بس مع جيس بتقول في الوقت بتاع وانتوا بتتحكوا مع بعض الحيطة بتعني ان الله عمل حاجة مقدسة جميلة بس للأسف هي تشوهت فالنهاردة هي بقت بدل ما تكون وسيلة للحرية وللعلاقات الصحية بقت وسيلة للاستعباد ووسيلة لتدمير العلاقات فهي النهاردة بتدمر العلاقات فانا النهاردة شخصيا بتدمر علاقاتي فبيبقى عندي ازمة فيه ازمة ثقة فيه جزء شعور بالخزي فيه جزء ان انا نفسي مع الوقت بلاقي نفسي بدخل في حالة من الوحدة انا كائن علاقاتي سواء رديد او مرضتش فكل حاجة بعملها هي بتؤثر على المجتمع مش انا بس اللي بتؤثر بيها لاننا النهاردة السلوك بتاعي بيؤثر على الاخرين ممكن تبدو في الاول ان هي ملهاش تأثير بس مع الوقت هي بتؤثر سواء بتؤثر على علاقتي بعد كده في الجواز سواء بتؤثر على علاقتي بالبنات ونظرتي للبنات في المجتمع وبالتالي هيبقى عندي ازمة في العلاقات بتؤثر بعد كده على الناس ورؤيتي ليهم وكمان في بعض الاوقات فيه سلوك من التحرش هو نتاج لبداية من المرحلة من الادمان الجنسي للبرونيوغرافية وكي فممكن الادمان ده يوصل معايا ان انا بقى اعمل فعل مرحلة من التحرش سواء التحرش بالاطفال او حتى في التحرش العام ومش بس احنا دايما بنركز على الولاد بس هو ما بقيتش فرقة كتير النهاردة يعني ولاد من بنات العملية شغال كله شغال حدث ولا حرج يعني اوكي فالموضوع ليه اصار سلبية كتير مين عنده شؤال تأسس لهو الموضوع بيأثر على الشخص او بيحس بالندم او بيحس نعم الدايق هل شخص مؤمن بس اللي جوار ربنا ولا اي حد بيعمل كده عمتا بيحس بالشعور ده بعض بيعمل حاجة دي بنسبة كبيرة لان احنا تخلقنا وسط مجتمعات دينية فهي دايما بتشاور على انه اللي بيحصل ده غلط طول الوقت طول الوقت طول الوقت طول الوقت فبنشعر بالزنب او بالاحساس بانه شعر بالندم والضمير سواء كنت عرف ربنا او ما عرفش ان احنا في مجتمع ديني طول الوقت ده اوقات اللي بيورينا ان احنا عندنا ازمة او ازمة الشعور بالزنب فسواء مؤمن او مش مؤمن يعرف ربنا ما يعرفش ربنا فهو بيشعر بالزنب ده اي مدمن في الدنيا بنسبة كبيرة بعد ما بياخد الجرعة لدوس وينبسط والدوبامين زي ما كنت بتقول كده بيطلع فرص بعد كده بيرجع للاكتئاب او بيرجع لحياته تاني الطبيعية وبيلف نفس الدايرة فهو مش هيحس بحاجة لكن الشخص اللي لي علاقب ربنا حقيقة لأ هو هيحاول انه يتخلص من ده هو هيحاول يمشي رحلة من انه يخلص من الفكرة ومن الادمان اللي ممكن يكون بيعديه خلييني يعرف المشاهدين ان احنا معنا يا دكتور باسم فايز هو خصائي صحة نفسية وهو جمعنا برنامج كذا مرة ونورنا وهو بيساعدنا في الموضوع اللي هي الشائكة دي من ناحية علمية فشكرا يا دكتور ان انت معانا اولا شكرا بيش احنا عزيني سألك سؤال فكرة المواد الاباحية وان انا بفرج على المواد الاباحية كتير وان انا كون مدمن الحاجة دي بتأثر على صحتي الجسدية ازاي الزهنية على مخي بيأثر على ازاي بص هو بيأثر على المخ انت قلت اول حاجة فكرة الاباحية انه المواد الاباحية دي بتطلع مادة في المخ اسمها الدوكامين بكمية كبيرة ودي اللي بتدي احساس بالاستمتاع والسعادة الشديدة مشكلة من الدوكامين ما بيفضلش كده موجود فترة طويلة بعد كده تأثيره بيقل والمادة نفسها بتتكثر فالانسان بيرجع للحالة اللي كان عليها في الاول فبعدين هو عايز يختبر الاحساس دي تاني فييقعد قدام مواد الاباحية تاني عشان يطلع دوكامين زي المرة الاولانية بس يستشف انه الخناية بتاعت المخ لسه ما كونتش دوكامين جديد فالكمية بتبقى اقل شوية فيبقى عايز يكثر من الفرجة على المواقع الاباحية عشان يطلع نفس الكمية اللي فاتت من الدوكامين ويحس بنفس الشعور وده اللي بيعمل حاجة ما بتعود انه الشخص بعد كده بيمان انه الحاجة اللي كان بيفرج عليها ما عادتش بتمتعه زي الاول بيبقى عايز يكثر ويزود علشان يستمتع زي الاول فدي اول حاجة اللي هي موضوع ازمان تاني حاجة نتيجة الفرجة الكتير بتتكون حاجة ماها مصارات عصبية مصارات عصبية يعني من كدر ما الشخص بيفرج علي حاجاتي بحية فببقى بعد كده المخ بيتركل اي وحدة تشوفها في الحياة الطبيعية على انها مصدر شهوة بالنسباته بتبيد الحساسية تجاه الحاجات اللي هي مش موثيرة في الوضع الطبيعي بتبيد الحساسية لحياتها وتتحول الى موثيرة قلنا على مشكلتين حيثت ان انا بدمن الحاجة او بتعود عليها الحاجة التانية ان هي بيتخيلي دايما ان اي اي بنت بشوفها او العكس ده بيخلي ان هو بشتهيء على طول بالضبط كده بتتحول الى مفير بالرغم انها في الوبع الطبيعي ما كانتش مفيرة بالنسباتي المشكلة الدفتة انه المواد الابحية بتقسطر على جزء مهمة في المخ بنسميه القشرة المخية اللي موجودة في الصد الجامعي لا يعني عند القورة عند القورة اللي بن قدام دي الحاجة دي دي حتة مهمة جدا فيه الوظائف بتاعتها. آآ وظائف حاجة مع الوظائف التنفيذية. من ضمن الوظائف دي حاجة مع الفرامل. اللي هي تخليه اعرف اقول لنفسي لأ يعني اأجل المتعة بتاعتي شوية لو انا مثلا عندي مذاكرة. اللي بيعمل الفرامل دي هو الفصل ده. مشكلة المنطقة دي بتتأثر بسبب مواقع الاباحية. النتيج يعني انه بقى فيه مشكلة العزيمة والارادة. يعني هكذا. فدين مشاكل اللي ممكن تحصل الصف اللي بيضمن المواقع اللي ده حاجة. لو حد وصل للمرحلة دي ان هو بقى عنده مشاكل نفسية بسبب الموضوع ده. فيه علاج ليها مش كده? يقدر ان هو يعني يتعالج ويرجع تاني لصحته النفسية تبقى سليمة? طبعا طبعا ينفع انه يتعالج. ممكن بمساعدة طبيعي. بمساعدة حد متخصص في علاج الإدمان. آآ لكن طبعا العلاج ممكن انه يرجع للوضع الطبيعي اللي كان عارف الأول. ماشي. شكرا يا دكتور ونورتنا ودايما بتنورنا وتساعدنا. شكرا لي. شكرا. ماشي. مع السلام. مع السلام. باي باي. طي شوفنا يا جماعة عن الموضوع علميا وطبيا ليه مساوء كبيرة قوي بيؤدي لحاجات نفسية بايزة خالص وكده. وليه علاج. وشادي كمان يحكينا شوية زي انقدر نبطل بطرق عملية. بس قبل ما اجي لسؤال ده. نعرف ان انت عدت في اختبار ادمان المواد الاباحية وحاجات كتير من عدت فيها وعرفت ان تتغلب عليها. دينا كده خبرتك. يمكن ان عدت بحاجات صعبة في انواع ادمانات مختلفة منها الهروين. لكن كان اصعبهم بالنسبالي هو البرنوجرافي. انه انت كل الحاجات اغلبها مواد بره جسمك. انت النهاردة يعني اللي كان دكتور بيقوله انه في جزء بقى دخلي. انت في كاميرات كل الصور كانت جوا. فان ان انت تتخلص من الصور دي. دي كانت اكبر ازمة موجودة عندي. وده خلاني اعمل كذا خطوة. لما قررت انه في يوم من الايام ان انا قررت ان اتبع ربنا وامشي مع ربنا وسلم من حياتي. سميها زي ما تسميها. قررت ان انا تخلص من كل الادمانات اللي انا موجود فيها. وان ربنا يحررني. كان في وقتها انه اه ربنا هيديني قوة. بس انا انا مهما صليت. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي كنت تعدى صلي. وممكن اعتيني فيها بعدها. فقررت ان انا محتاجة اغير يعني طريق التفكير. او ادور على حتة ابعد. لانه في اوقات دي كانت الفكرة اللي في ذهني ناس كتب بتصدرها لي انه صلي. وكل حاجة هتختفي. فانا بصلي. ودي دي الوحيدة اللي مش قادرة تختفي. يعني بيبطي ازمة. فتحبط. فاحبط جدا. فحس انه ربنا مش عايزي يغير اصلا. وما فيش تغيير. وانا فاشل وانا مش من الحاجات اني اروح لجزء من الدعم النفسي. اروح لدكتور. اني اروح لحد يساعدني. حد متخصص. يقدر يساعدني. يقول لي مفروض تعمل ايه وتخرج من ده ازاي. لكن الجنب التاني هو دعم القائد. انه واحدة من ضمن الحاجات اللي اوقات لما ببقى مخبي عليها. فانا كويس. مش عار مين كان بيحكي. انه طول ما الباب مقفول انا تمام. بس لو تقفاش تادي المشكلة. يعني ولازم ادي مساحة من المحاسبية انه حد يتابعني في الموضوع ده. لحد ما ابتدي اطلع. فاوقات هو ممكن يساعدني انه يقول لي طب ايه الاسباب. ودي كانت واحدة من ضمن الحاجات اللي ميشي معايا سكة فيها. انه طب قول لي ايه اسباب اللي بتخليك تقع في ده. تعالى نحطها واحد اتنين تلاتة اربعة. احنا اوقات بنحاول نحارب الفكرة نفسها او السلوك نفسه. هو الازمة مش في السلوك. هو الازمة في الافكار اللي ورا السلوك. دي واحدة من ضمن الحاجات اللي اكتشفتها. طول الوقت كان يقول لي اهرب 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 اهرب. تمام. فانا بحارق بالسلوك. والكتاب المقدس بيقول الشهوات اهرب منها. الشهوات الشبابية يعني بعيدا عن القرينة بتاعت الاية دي. انه ملهاش دعوة بالشهوات. بس حتى ولو استخدمت فكرة الهروب الهروب فقط. فانا لزالت الاسباب بتاعت الادمان تخلينا ارجع تاني لنفس المشكلة. فانا محتاجة عالج الاسباب اللي وصلتني للازمة دي. انا واحدة من ضمن الاسباب وانا في سن المراقة. بحسي عن سؤال انا ليه راجل. وانا اعتقد ان السؤال ده هو الكور فاليو او الكور السؤال الاساسي جوه الموضوع. انه انا اوقات اجابة انا ليه راجل او انا ليه بنت. انت لو قررت تسأل اغلب الناس او الشباب في الشارع او اللي موجودين هيبقى سؤال اجابته مش واضحة. يعني انا ليه ولد. هل بس التكوين الجسماني فانا ولد او البنت تكوين جسماني ولا. موضوع اعمق من كده. مع انه المجتمع اللي احنا عايشين فيه المجتمع الشرقي هو دايما بيصدر الراجل فانه هو الذكر. فانه قدرتك الجنسية او ان انت تكون بتعمل ده ده معناه ان انت يعني راجل. او انت يعني مقطع السمكة او دلها. ده كانت اجابة سؤال فوقت من الوقات. انا كنت بدور على اجابة انا ليه راجل. وتحطت الحتة دي انه اجابة على السؤال ده. وما ادركتش انه انه مش بس كانت اجابة غلط. لكنها كانت اجابة كلفتني وقت طويل وخسارة. مش عارفة اخرج من الاستعباد والازمة اللي موجود فيها. فانا لما ابتدت افكر في الفكرة نفسها. انا ليه ليه وصلت المرحلة دي. لانه انا عندي ازمة اصلا في هويت. انا ليه راجل. جنب التاني هو ان انا كان قدامي حاجات كتيرة قوي. هي اللي بتملى ذهني. فطول الوقت الصور جوه ذهني عمالة تتراكم. فكان صور تاني او افكار تانية بتملى دماغي. ودي واحدة من ده من الحاجات اللي انا بشتغل على نفسي فيها لحد النهاردة. ان انا محتاج حاجة بيسميها الكلام المقدس تجديد الزهن. ان انا محتاج زهني نفسه يتجدد مع الوقت. اما زهني بيتجدد الصور دي بتختفي. فيه كاتب انجليزي انا بحبه اوي سي اسلاوس يقول انه الخيال محتاج انه يتعمد. يعني خيال محتاج انه يتغسل من اول وجديد ويبتدي يخرج بره ده. وعشان يحصل مرحلة المعمودية دي او الخروج والتخلص من القديم. دي رحلة مليانة بالصراع ان انت محتاج تبدل افكارك كل يوم. مش هينفع اشتغل على القديم. طبعا. لازم انا نظف. بالضبط لازم هنظف. وانا بنظف انا بحط جديد. بس في نفس الوقت انا بخلي بالي انه زهني ما يتحطش فيه تاني نفس النوع القديم. هنسمع معزوفة ونرجع تاني للسؤال ده. نايس يا شباب. طيب هاخد سؤال فادي الاول بعد كده انا هسأل سؤال. سؤالي زي حاجة زي كده ممكن تأثر على علاقتي مع ربنا. لانه في اكتر من حاجة. في جزء مرتبط بان انا بفقد حريتي وكأنه دي الحاجة اللي بيربطني بيها بليس بشكل او باخر في الواقع بتاعي. مشان يبعدني عن ربنا. دي الحاجة اللي بشوف فيها بسبب او بيبني سيطر علي فيها بفكرة انه انت متنفعش انت مش مقبول انت مرفوض. فدي واحدة من ضمن الحاجات. جزء منه هو بياخدني برة العلاقات وده جزء من الصورة اللي اتخلقت علي ان نكون في علاقات. فدي واحدة من ضمن الحاجات اللي بتجريني بعيد عن الحاجة اللي عايزها ربنا. فكرة الاستعمال انه ربنا لما خلق الجنس خلقه في استعمال في اطار معين. فالحاجة دي بتخليني وكأني بستخدمها بطريقة غلط زي زي اي شهوة تاني ممكن. مش لازم احنا اوقات بنركز على دي بس. لكن في حاجات تاني شبهها كتير. فدي اللي بتخليني ازاي اني ابعد. اشوف نفسي قليل اشوف نفسي منفعش. ازاي هو بيسيطر علي بالادمان ده. فبتدي ابعد عن ربنا واحدة بواحدة. ولما بعد عنا علاقاتها بقى الوحدي. وبالتالي سهل ان انا بعد كده هو يبتدي يضرب فيي ويكمل فيها لحد ما انتهي بعيد عن ربنا. عشان كده دي واحدة من ضمن الحاجات اللي بتأثر على علاقتي بربنا. لو تقولي خطوات عملية واحد اتنين تلاتة انا محتاج اعملهم عشان داي ساعدني ابطل نفرج على موادق بحية. رقم واحد لو انا يعني في مرحلة من الادمان والدنيا بتزيد يوم بعد يوم انا محتاج رقم واحد انه ينفع اطلب دعم نفسي. سواء من طبيب سواء من ناس متخصصة. دي واحدة من الحاجات. تاني خطوة عمليا اني محتاج زي ما كنت بقول مساعدة قائد او حد اكبر مني يساعدني علشان يقدر يقولي ايه اللي مفروض اعمله. تالت حاجة محتاج احدد اسباب اللي بتخليني ققع في الادمان ده او او اللي وصلتني للادمان ده. علشان اقدر اعالجها. لانه في اوقات نتيجة صغر نفسي نتيجة لازمة رجولة لازمة انوثة. فكل الحاجات دي انا محتاجة عالج الاسباب علشان السلوك بعد كده يبتدي يتغير مع الوقت. اعرف ايه السبب انه خليني عمال بالضبط. ممكن يبقى اصدقاء ممكن يبقى اني بتفرج على حاجات كتيرة بدأت تملى خيالي. فبدأت مع الوقت اتفاعل معها. في حاجات كتيرة خاصة انه مرحلة المراقة هي المرحلة اللي فيها بتبدأ الجزء دا يكبر فيها. فاوقات ما ببقى صعب ان انا كنترول عليه. لو انا مش مركز مش عارف اكنترول عليه وممكن اروح. فازاي اني من دلوقتي اقدر اكنترول قبل ما يحصل انه كل يوم في الرحلة دي اصعب من الابن. اصعب الابن. وهيبقى صعب التخلص منه. عشان كده ينفع تخلص منه. النهاردة افضل ما تخلص منه وانا في الجامعة مثلا. افضل ما تخلص منه وانا لانه عادة الناس اللي ما بتتخلصش منه يعني وبتفضل مكملة فيه. تقريبا بيبقى عندهم ازمات ما بعد الجواز ان هو بقدروش هتخلصوا منه. ما فيش بقى يعني مش نافع. لانه خلاص انا الفكرة انه لما انا بقرر اكمل ده انا بدخل فيه فبيفضل فيه طول الوقت زي اي ادمان. اوكي فحنا كده قلنا تلات حاجات. تمام دول تلات حاجات خاصين بالحتة اللي مرتبطة بالمجتمع ومساعدة الاخرين. في جزء مرتبط بي انا زي مثلا ان تنظيم وقتي او عندي انشطة مختلفة ده جزء مهم لان انا لما ببقى فاضي ببقى الوحدي وببقى مش بعمل حاجة. بواحدة من ضمن الحاجات. بالضبط دي بتشتغل. يعني فيه مثلا مشهور اوي لما يقولك انه الكسلان يعني عقله معمل للشيطان. ايجا. فيه مثلا مشهور اوي. دي فكرة قريبة للمنطق. واحد قال فكرة لطيفة جدا. قال انا مقدرش امنع الطير يعدي من فوق دماغي. مقدرش امنع الافكار انها هتجيلي. لكن ينفع امنع انها هتعشش جوه دماغي وتكبر. فانا محتاج فيه فرق ما بين الاثنين. يعني انا 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 بقول ودي واحدة من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم نفهمها. انه الافكار مش هتوقف في يوم من الايام. وانه انا النهار ده انا متجوز ومخلي في كل حاجة. لكن ده ما يمنعش انه انا بخاف من النوع ده من الخطايا. لازم اخلي بالي لانه ما فيش حد كبير على الخطايا. ما فيش حد كبير على الحتة دي. لما تبص على قصتي مشهورين في الكتاب المقدس يوسف. وكان شاب وصغير وعبد والحالة صعبة معاه. وما كانش متجوز. يعني والظروف صعبة. وكل الظروف متسهل له في الاطار ده. وينفع انه يطلع الضغط والكابت اللي موجود فيه. الا انه رفض القضية. وتبص على داود الشيخ اللي متجوز ملك ورجل يعني برينس في نفسه. ورجل كبير. الا انه وقع في الخطايا دي. ده بيقول انه الجواز ما بيحميش. ده بيقول انه السن ما بيفرقش. انه واحدة من ضمن اشهر الحاجات. واكتر الحاجات تأثير اللي الشيطان بيعرف بها هيسيطر علينا. فهو دايما طول الوقت هيفضل يستغل لها. عشان كده لو جيت سألتني النهاردة مثلا. هل في خلاص نهائي. في خلاص نهائي من الادمان. ما عنديش ازمة. لكن وارد انك تقع. وارد ده مش معناه انك لازم. علشان وارد دي بناخدها احنا في قمصنا لازم. حلال. اه يعني بالزبط. رخصة نعمل بيها. لكن لا وارد ان احنا نقع. لانه الافكار طول الوقت بتهاجم. عشان كده التحدي زي اني افضل مستمر ده مكمل في رفض الفكرة لحد النهاية. هيفضل الشيطان بيجربنا بكل الطرق واحدة من ضمن الطرق هذه. راني انترنيمة. موسيقى يا ابانا لست ادري كيف كان عمري يا كريم دون ان ادرك انك انت ابيك لكني الان ابنك انت ترعوني بحبك فلن اخاف ابدا لانك تمسك يميني سأسبحك واه اهدفو لك للآبدي انا لك للآبدي سأسبحك واه اهدفو لك للآبدي انا لك للآبدي طبيعي شيدي ممكن تصلي الله يا رب احنا بنشكرك لأنه كلمتك بتقول أنه أنت وهبت لينا اللي يخلينا نعيش حياة مليانة بالقداسة ومليانة بالحرية ودتنا يا رب القوة لكن أوقات ما بنبقاش عارفين نستخدمها مش عارفين إيه دورنا وإيه دورك أوقات بنطلغبط أوقات بنسيب كل حاجة عليك لكن من فضلك افتح حينينا على دورك في حياتنا لكن كمان الأهم أنك تفتح حينينا على دورنا كمان أن إحنا في الرحلة دي محتاجين نشتغل على نفسنا محتاجين نجاهد محتاجين نحارب محتاجين نهرب أوقات فمن فضلك افتح حينينا على دورنا وافتح حينينا على القوة اللي بين إيدينا افتح حينينا على إزاي نعملها ولو وقعنا في يوم من الأيام خلينا ندرك أنه أنت مش بتسبنا لأنه أوقات إبليس بيخلينا نتصور أنه أنت سبتنا رمتنا ملناش إيمة تاني لكن نشكرك لأنه مكتوب أن إحنا لنا شفيع ينفع يرد تاني العلاقة يخلينا نتحرر من كل خطية لأنه إحنا ما فيش حد فينا كبير على الخطية لكن إنت ينفع تكون بتمسك إدينا لأنك إنت أبونا وإنت بتحبنا جدا شكرك لأنك بتسمع آمين آمين لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات سابن بلاس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر